السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في كناتكم تربية بيتي مع موضوع مهم جدا وهو ازاي نسمن الفراخ النشفة والضعيفة ده المكان اللي انا حطه في الفراخ لازم يكون نضيف زي ما احنا شايفين كده انا جيت كناستو نضفته ولازم يكون فيه جير في الارضية معلش اللي في قدام الكاميرا دوت بسبب الكنيس مكان الكنيس يعني فده الجير المتطير في الجو معلش ازا كانت الصورة بيضة شوية الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ازاي نسمن الفراخ بتاعتنا لما تكون صفيفة كده ورفيعة وخفيفة ونشفة ومش عجباكي انت حاسة انها مش مزبطة طبعا الفراخ دي اللي متابعيني عارفين ديت فراخ جميزة عمرها 18 يوم النهاردة جميزة بلدي بياض دي للبيض تمام؟ هما مش كلتهم منهم بيخافوا زيلا عن اللزوم مع طول اول ما شوفوني استخابها عشان كده ما عرفش اصورهم لكم كتير ده السبب ده اكتر سبب ان انا ما عرفش اصورهم يعني ولكن المرة دي حبيت ان انا اصورهم لان الموضوع مهم وهو ناس كتير قوي بتتكلم تقول لي الفراخ بتاعتي خفيفة ووزنها ضعيف ونشفة وكده ما اعمل فيها ايه؟ النهاردة ان شاء الله ها واريكي برنامج كامل متكامل علشان نسمن الفراخ بتاعتنا مهما كانت ضعيفة ونشفة وخصة ورفيعة وهقولك تعملي ايه بالزبط والخطوات اللي تعمليها علشان تخلي الفراخ تبقى طرية وحلوة وشايلة وزن حتى لو كانت بلدي بأكد على كلمة حتى لو كانت بلدي لان الفراخ اللي هي للتسمين ما شاء الله بتكبر بسرعة ووزنها بيكبر بسرعة وبتبقى شايلة لحمة بسرعة اما الفراخ البلدي سواء بلدي حر فيومي بلدي هاجين فديا بتبقى وزنها خفيف الى حد ما ما بتشلش وزن بسهولة وزنها اصلا الفرخة لما تكبر قوي يعني لو هي يعني فرخة بتبقى كده ونص بالكتير قوي ايه بتبقى من حدود كده ونص لكده وربح اكتر من كده ما بتشلش وزن ودي الفرخة الجميلة الممتازة للبيض يعني ده احسن نوع للبيض في داخل بلدي رفيعة الخفيفة اللي مش بتشيل وزن هو ده احسن ايه نوع للبيض الحمد لله الصورة تغيرت لان نفسي بتدقيقة من الصورة لانها كانت مغبرة كده هم مجننيني علشان ما بيدونيش فرصة ده نصورهم بيجروا يستخبوا مني في كل مكان زي ما انتو شايفين جده يعني ايه معلش يستحملوا بقى بس ان شاء الله الفيديو يبقى مفيد جدا جدا ليكم زي ما قلنا دي فراخ جميزة بلدي بياض عمر 18 يوم كان عندهم كوكسيديا وبفضل الله علجناها وكن فيك فيديو جميل جدا جدا عن علاج جميع انواع الاسهالات البني والاحمر والاسود الاحمر المدمم والاسود في الفيديو لو انت عايزها وبتشايفين الاول مرة وعاية تسمعي وليلي انك عايزها وانا احطه لك في تعليقات هنشر لك اللينك في التعليقات هم طبعا بعد ما تعالجوا خدوا كرس العلاج اربعة ايام بفضل الله بقوا زي الورد زي ما انتو شايفين كده وزي ما نقلت لكم في الفيديو تقدري تبدأي باعشان بعد كده لو ما اجابتش نتيجة بتبدأي بتكملي بمضادات حيوى انا بقى عايزة اعمل لهم زي ايه كرس نقاها برضو فلازم اديهم مضاد سموم قوي هديهم معاكو دلوقتي مضاد سموم حلو جدا اه علشان اخليهم يفوقوا كده ويفوقوا من الايه من المشاكل اللي شافوها تمام وهنعمل مع بعض طريقة تسمين بتاعتهم ازاي هنسمنهم علشان يبقى وزنهم كويس اولا هم عمر 18 يوم فانا طبعا مش هستخدم معهم غير اعشاب فاستخدمت معهم الشيح والشيح مهم جدا لو انت عايز تسميني فراخك اول حاجة تعمليها خالص انك تستخدمي الشيح لو هم اقل من شهر لو هم شهر او اكتر من شهر على طبعا بتستخدمي شربة ديدان دي اول حاجة تعمليها ليه؟ علشان نبقى سبتنا العوامل اللي بتسبب ضعف الفراخ اول حاجة بتسبب ضعف الفراخ هي انه يكون عندهم ديدان فلازم نشيل موضوع الديدان ده الاول ونتأكد ان ما فيش ديدان بنحط جرعة الشربة اللي مدي تلاتة ايام اول مرة بعد كده كل 15 يوم مرة واحدة تمام كده؟ او شيح معلقة على لتر لمدة كل اسبوع مرة كل اسبوع مرة تمام؟ اول حاجة هعملها انا عندي شوية شعرية كده زي كيس شعرية هو خدت منه يدوب نص كباية حبس غنانة خالص يعني ممكن الكيس الشعرية ده هو بربع جنيه او خمسة جنيه هقسمه على اربع مرات طبعا الفراخ بتتجنن على حاجة اسمها شعرية تمام كده؟ هشوحها في معلقتين زيت مستعمل موجودين عندي ده بقى كيلو دي شيشة اللي هي الدورة الصفرة المجروشة زي ما احنا شايفين ممكن تخسليه وممكن ما تخسلهاش تمام؟ مثلا عشان هما صغيرين وخايف عليهم فغسلتهم هقلبوا مع بعضوا كده زي ما انتم شايفين طبعا لو انتي عندك كمية كبيرة دول يدوبك هيكافوهم مرة لو هم حابة صغيرة ممكن يكافوهم مرتين تلاتة اربعة بتقدر تحتفظي باللي احنا عاملينه بالخلطة اللي احنا عاملينها للتسمين دي في التلاجة وتاخد منها كل يوم تطلعي الصبح بدري وتسبيه لحد اخر النهار او لحد الساعة اتناشر الدور بيكون خلاص بقى حرارته والغرفة بتقدمي لهم او لو حبت ما انا نفضلش ان انت سخني هو طلعي فك ويهدى ودرجة حرارته وتبقى من درجة حرارة المكان وتقدمي لهم اه عشان تحتفظ بيه فترة طويلة في التلاجة او تعملي على قدهم شوف انت عندك قد ايه واعملي على قدهم انا بقى بحمل شوية اضافات كده ده حبة كمون وده اه انتم عارفين الكركدي بيبقى فيه في الاخر كده عصيوم بتترمي فاخر الكركدي كده راجل بيبقى من ديكي معاه شوية عصيوم فده العصيوم بتاعت الكركدي فانا اتخسرتها وحطيتها طبعا الكركدي حلوي جدا فيه فيتامين سي وكمان بيغزي وبيسمن ودي معلقة شيح ودي معلقة كركم وكان قابليهم معلقة كمون وتقدري تحطي على الوصفة دي اي حاجة انت عايزة تعالجة يورج بيها ازاي ما انتم شايفين كده انا عايزة زبطتهم ازبطتهم من ناحية الوزن ومن ناحية المعدة ومن ناحية الامعاء ومن ناحية الديدان ومن ناحية كل حاجة بجد الوصفة دي ما شاء الله لقوة الا بالله رهيبة اعمليها كل يوم اقدمها لهم كل يوم من بعد الدهر مثلا يعني العصري كده لحد بالليل او صبحي بدري من الساعة تمانية لحد الدهر بصي بقى انا حطيت مقدار المية وبسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب زي ما احنا شايفين كده لازم يتشرب طبعا الحلة دي قديمة بتجازد قديم الحاجات دي متخصصة بس للطيور بس اه بخلي المية تتشرب والنار عليها اول ما زي ما بتعمل الرز بالزبط اول ما يتشرب المية خالص ببدأ زي ما انتم شايفين كده انا بحاول اوصل المية لتحت علشان ما يتلسعش من الاعر من تحت يبقى من تحت لزق في الحلة كده انا بنزل المية تحت خالص عشان يبقى كله متقلب وكله جميل لقيت المية نشفت اقوم هدية النار خالص خالص وموطيه علي يخلي النار شمع ووطي عليه لمدة ساعة نص ساعة وهتلاقي الكمية دي تنعفت وبعد كده نص الساعة التانية بكشف الغطى وسيبه مكشوف عشان يتشرب المية اللي فيه ويبقى زي ما انتم شايفين كده ناشف مفهوش مش معجل شوفوا بقى الفراخ بتاعتي بتتدلع هي الفراخ الجميزة دي بتتدلع بينقوا كبيرة في العلف وسايبين النعمة هل ده معناي ان انا قرمي الكمية دي كلها من العلف لأ طبعا حرام نعمل ايه هنستغل الخلطة بتاعتنا في ان نعمل اعادة تدوير للعلف ده ازاي هوريك دلوقتي انا حطته في الحلة هون وجبت شوفوا انا خدت لهم كمية بسيطة خالص هي دي اللي هتكفيهم ما شاء الله طول النهار وعلى فكرة بيشبع جدا وبيخليهم سمان جدا يعني بيخلي الحاجة كده قدامك بتلمع انا محطيتش رز ها عشان متقولوش الرز مش عارف بسبعتاشر وبعشرين يا ربي بمية مش عايزين رز خالص انا كده لفيت العلف النعم بالايه بالخلطة بتاعتي منها ضربت عصفرين بحجر منها خليت الخلطة تبقى نفرفرشة كده وحلوة مش مع الجنة ومنها استفدت بالايه بالبتاع اللي هو العلف النعم ده وده بقى طوم وبصل وخل ولمون وكركم وفلفل اسود دايما الناس بتحطوا كركم بتنسى تضيف فلفل اسود وده معلومة مهمة لازم تعرفيها انه عشان الكركم يشتغل اكتر لازم نحط عليه فلفل اسود بعد ما خلطتهم مع بعض كويس ده بقى معلقة كده عظمة من العسل الاسود علشان رفع المناعة وعلشان فتح الشهية وعلشان تسمين يبقى تمام اه الوقتي هم عندهم 18 يوم مش عايزة ابدا ان انا حطولهم خميرة خالص لسه صغيرين للفراخ بلدي ما ينفعش حط الخميرة في الوقت ده انا هستنى شوية عليهم في موضوع الخميرة ده خالص وحتى موضوع الخل يعني انا انا بقولك دلوقت اللي اخبطت وقلت خلي لأ انا حطيت بصل وتوم وكركم وفلفل اسود بس لكن خلي لأ لسه صغيرين ما تحطيش خل ما تحطيش خل الفراخ البلدي قبل عمر شهر ما تحطيش خميرة للفراخ البلدي قبل عمر شهر ما تحطيش رضة في الاكل للفراخ البلدي قبل عمر شهر تلات معلومات مهمين لازم تاخدي بالك منهم في تغزية الفراخ البلدي كده قسمته بعد ما كنت هحطه في طبقين حطيته في تلاتة ما شاء الله كمية كبيرة حلوة تكفيهم طول النهار والمهم ان هما لما يكلوها مش هيقى حتى لما يجوا يتلاقي علف مش هيكلوا في العلف قوي لي لان ده بيشبع جا غير بقى الحاجات اللي رفع المناعة انا بقى علشان خاطر ازبطتم اكتر فانا جبت لهم ايه بقى الهيبا تكمي هيبا تكمي ده مضاد سمون بشري ماشي ده بيعمل ايه بقى بنشط الكبد والكلة وبينظف الكبد كويس جدا من السموم علشان مسلا هما كانوا بياكلوا علف علشان انت ادتيهم ادوية لازم بعد الكرس الادوية تجيبي مضاد سموم كويس اما نجيب مضاد سموم من البيطري او نجيب مضاد سموم من آآ بشري اللي هو ده الهيبا تكمي ده بعشرة جنيه بحط آآ غطة مقدار غطة واحدة على اتنين لتر ده لازم يترج نكتب عليه معلق معلق دي يعني لازم ترجيه قبل الاستخدام ومناخد غطة منه على اتنين لتر مية على السقال هالتنين لتر طبعا انا كنت مجوعاهم جدا 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 شلت من قدامهم الاكل فترة طويلة والمية علشان خاطر آآ لما حط اكل زي ده ينزلوا عليه زي ما انتم شايفين كده طبعا الخضار ده ما ينفعش حطه قبل عمر شهر هما لسه تمنتاشر يوم بس انت حطته ليه انا حطته علشان يتعودوا على شكله طعمه ولحده ده آآ كرومب آآ ورق كرومب المتخرط ناعم آآ حطط له منهم حبة علشان يتعودوا عليه علشان لما يبقى عندهم شهره بتيجي تحطيه ما يبقوش مستغربينه يبقى عندهم فكرة عنه وبست لقوم جريوا عليه بكوة زي كأنه هم واخدين عليه ومتعودين عليه ليه لاني ده تيهم فكرة عنه هم صغيرين انا مش حتى كمية كبيرة حتى شوية صغيرين هلقطوا منهم يتعودوا على لونه طعمه ورحته آآ وفي نفس الوقت انا بحاول اجزيهم فانت حاولي ايه يعني تستخدمي كل قدراتك في ان انت بتزبطي الفراخ بتاعتك الخلطة دي هتعمليها كل يوم تحطيها من الساعة تمانية الصبح لحد الظهر ما تقطريش عشان ما تعفنشوا قدامهم وتحمدوا اللون هيتغير وطعمها يتغير آآ هتشيليها بعد كده في الظهرية الساعة اتنين او واحدة الظهر كده في الحر وتسيبوا قدامهم المية آآ قلنا قبل كده في فيديو على الفراخ التانية آآ ازاي نتعامل في الحر مع الفراخ بسيبهم في الحر مفيش اللي مية والمية طبعا يكون عليها حاجة من الحاجات اللي بتزبط الحرارة آآ قلناها برضو في الفيديو عشان معيتش الكلام تاني وطول عليكم آآ لو لو عايز الفيديو بتاع الاحتباس الحراري قوليلي وانا آآ هكتب لك برضو وحطي لك اللينك. اوه الدورة عليها تلاقيها لطول قدامك في القناة. بعد كده بالليل بحط لهم آآ آآ العلف او اي حاجة انت عايزت اكلها لهم بس طبعا لازم علف يا جماعة آآ انا طول النهار زي ما انتو شايفين كده بناكل لهم حاجات اي كلام لكن بالليل لازم العلف آآ علشان لسه صغيرين ما كاملو الشهر لما ايجوا عندو الشهر انتو شفتو اوه احنا هنبقى نعمل لهم برضو خلطة تاني وهعملها لكم عملي برضو آآ ازاي هاكلهم بعدما يكملوا شهر هابدأ اكلهم حاجات تانية غير العلف. وبرضو آآ هيبقى في اضافات ان شاء الله عاملها في المرة الجاية على العلف اول ما يكملوا خمسة وعشرين يوم. مش هستنى انا عشان الغلل اللي احنا في ده. حتى وممكن من عمر عشرين يوم كمان. هابدأ اعودهم على اضافة آآ آآ الدشيشة. هنضيف دي شيشة على العلف النعم دي شيشة نعمة. ما يبقى عندهم عشرين يوم كده. طيب دوت مش هيأثر على الفراخ ومش هيبقوا ضعاف وانا شفيت. افدا. بدان بتعمل الخلطة بتاعت التسمين دي ان طوله النهار ومأكلاوا منها كل يوم. ماشي. وبتأكله بالليل علف بس حتى العلف مخلوط بتشيشة. ما تخافيش ابدا ان شاء الله هيبقوا زي الفل. وهتشوفي معي بعينك وهتشوفي بنفسك. دي طريقة اللي انا باعتمدها على طول التسمين. ومن ساعة معرفتها الحمد لله. هي مش جديدة هي من ايام جدودنا من زمان. بس الناس اللي بتكسل انها هتعملها علشان في طبخ ونفخ وكده. بس والله لو لو انت عملتيها بحب كده وحسيت ان انت بتوفاري آآ بتدباري. مش هتحس ان انت يعني ايه تعمل خالص. بالعكس انا علقت عليهم على بان ما روحت صليت الظهر. الظهر قزم. كانت تشربت. جيت آآ على بالما زبطت المكان عندهم كانوا تستوت. سبتها تبرد على بالما عملت شغلانة تانية. كده بتفرحي بقى لما تلاقي تيورك نزل عليها منها من كده. وبتاكل منها وما تلاقي تيورك بتسمن منها. فبتنسي بقى موضوع ان انت تعبتي او ان انت عملتي فيها اي مجهود. الحلة بعد ما بعد ما باختخلص ببويش هحط فيها مياه وعيش بحطها للبط. لقاها تاني يوم بقى. سهلة في التنظيف. بتلاقاها هنطفط لوحدها لانها كانت معها عيش وما بلول للبط. طيب تبقى سهلة جدا نكتخص ليها وما فيش اي مشكلة وعلى طول بعلق على واحدة تانية. وهكذا. آآ اتمنى تكون استفدتم من الفيديو. لو هتنسوا تعملوا لايك للفيديو. وتشتركوا في القناة. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. آآ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.